قروب وتهجير والاضطهاد ملفات انتهاك حقوق الإنسان كثيرة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين بجناف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جيتيريس استنكر تعظم خطر الشعبوية والتطرف في العالم في ظل تنامي العنصرية ومعادات السامية والإسلام وكل مظاهر الكراهية الأخرى في حين جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التحذير من أي مناورة تهدف للالتفاف على حل الدولتين والتراجع عن مكاسب القضية الفلسطينية إن فلسطين اليوم حقيقة واقعة وذات جذور أصيلة في النظام الدولي بعد أن اعترف بها المجتمع الدولي كدولة مراقب في العام 2012 فأنه من غير المجدي لمصلحة السلام والعدالة أن يتحدث البعض عن حلول مؤقتة عن دولة واحدة الملف ليبي حاضر في مجلس حقوق الإنسان من خلال دراسة سبل دعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لبناء مؤسسات شرعية تحرص على احترام حقوق الإنسان علينا الاعتراف بأن حالنا حال دولة التي تعاني نزاعات وصراعات مسلحة ورغم ما سعينا للتعافي من أثارها فهناك وللأسف عدد من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي طارت مدنيين عزل في العديد من المناطق بليبيا سواء من اختفاء قصري أو تعديب أو غيرها من الانتهاكات وسيدرس المجلس وضع حقوق الإنسان في بؤار النزاعات والتوتر كسوريا وكوريا الشمالية وبورما